السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقيت شوية اخبار كده ان في حاجات بتبقى مفروض بملايين بتتبع بملايين اسمها NFT Non Finchable Token او يعني حاجة غير قبلا للتكرار انت بتسجلها باسمك ولازم تسجلها في البلوكتشين يعني لو انت اشتريتها وهي مش مجال في البلوكتشين او اشتريت صورة وحدثها عندك ده ملوش ضعوة بالنف دي لازم تسجلها ان دي حقوق الملكية لك انت فالموضوع بقى مصير للارتياب تمام يعني صورة زي دي مثلا انت ممكن تعملها وتحطوها على النت تتلاقي حد اشترها مثلا بخمسمائة الف طابليت حاجة اي كلام يعني فالموضوع مريب بي يعني تحس كان فيه نوع من انواع غسيل اللام وقل ما فيهوش مش حاجة قوي يعني عشان تعتبر حاجة كويسيب انت تابت فيها وبازلت فيها جوت وبتكسب منها طيب تعال نشوف الفكرة بتاعتها ايه عاملة ازاي انت ممكن مثلا تيجي في موقع هنا بتقول له مثلا عايز ابدأ شوف مثلا ممكن تشتري مثلا عربية وتخش بها سباقات او تبيحها او تشيريها بتشيرها مثلا بعشرة دولار وبعد شوية مثلا تلاقي حد تانية عارض عليك ان هو اشتريها مثلا بمتين دولار حاجات زي كده تمام او بتقول له مثلا عايز اشتري حاجة تابعة مثلا الموقع دوت ده موقع مثلا من الموقع اللي هي تبقى قوية في الميتة تمام ده عبارة عن ألعاب بتدخل تلعب بها وتخش تستمتع بها تقول له مثلا عايز اشتري حاجة في المكان دوت تمام فا بيقول لك انت ممكن تشتري حياتة ارض مثلا هنا وتبني عليها المباني بتاحتك والحاجات ديت تمام لو انا بفعلا بشتري مكان مثلا باعرض على المنتجات الحقيقية واحد بشتري مثلا الجاكت حتى لو هوا بخمسين وبيبقوا مثلا بمية ماشي انما انت كل شغل كله وهمي يعني مفيش حد مثل الشغل الحقيقي تمام وبس مباني انت ممكن تشتري حصون ممكن تشتري حصون ممكن تشتري صورة شخص دي اي تيم دي اكتيفتي ممكن بقى تقول له نعايز اشتري مثلا حيات تمنديت وبيديك بقى الاسعار عمالة بتنزل وازا ما تشاف في حاجات لسه من ساعة مثلا حاجات زى كده تمام انا اعمل فيديو للتحذير باش باروق ليها لان الموضوع مريب تحاس كده ان في غسيل اموال في شبهة في الموضوع فيه الالعاب برضو بتشتري حصون مثلا زى كده وتدخل بسباق في الالعاب ديجت تمام لو عنده حاجة ما بيبرعي لك وتبدأ انت مثلا لكل ما بيكسب بسباقات بيبدأ انه شغل فيها اه مفروض ان كل حصون ليه تارجة معين وليه ارقم معينة وحاجات زى كده ميتا ماسك ويقول لي ساتب الميتا ماسك ممكن بس طابه نشوفه وبتاعه وحاجات زى كده بس ناس تحذر يعني من المواقع ديت يعني حتى لو هتبدأ تتعامل معها تلازم تتعامل بحظر تتعامل بخبرة ما ترهنش بفروس اي حاجة فيها شبه حروم ايباد عنها اشتركوا في القناة